اشتركوا في القناة 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 صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء محجوب ما لم يصلى عليه هذا ينبغي ان تصلي على حبيب محمد اشتركوا في القناة 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 ثلاثتا دي لبنى الله سماenezه بات النبي محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم حتى زين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدواع وآحكم ألابه صلى الله عليه وسلم إذن ذاك نحن نحن لبنى الله سما Glaube لبنى الله سبحان الله سبحانه أهلاً لبنى الله بزيارة شارك و في المقبل تلاوى خفلات وفي المحنة دعوتنا ف poquito عملها شبك و من الحنوى أماما لبنى الله سبحانه وتعالى قال لهذا كان السبب الصالح إذا هلأ شهر ربيع الأول يزيدون من صلاةه على النبي محمد زيادة على ما كانوا عليه من الإكثار في سائر الأيام من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فبعد آخر الشهر كل يتكلم مع أخيه وينظر لأخيه بما حازه في تلك الليالي المباركة بما حازه من الاجتماع بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أو في اليقظة لكنهم يصلون على النبي محمد وآله بمحبة وتعظيم واستحضار عظمة النبي محمد عند ربي محمد عندما يصلي على الحبيب محمد بل هذا كان لصلوات ثمرة ليس قراءة المولد على سبيل عادة كل يوم هذا يقرأ مولد وهذا يقرأ مولد ويخرجوا من المولد وقلوبهم قاسيا من تعشت القلوب وما المولد إلا حد للقلوب للتعلم بالحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نخرج من المواهد وقلوبنا جامدا وقلوبنا كأسيا نراجع أنفسنا ونراجع حسابتنا لأن الله ينظر إلى قلوبنا لأننا بتلين ببركة الطبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم على الحبيب المحبوب ولكننا أمدت عن الكامل وتجعلك مهمة ولكنهم يجب أن يجعلك مهمة لأنهم يسدون بجعب شبك بجعب شبك شبك عندما يجب ان يعتبر بأنك يجب ان يرى بأنك إجراء شبك جسدون كيف يرغب المهمة فإنهم يجب أن يقرر شبك مهمة بلايك صحيح بيك بشآة الدينية الذين يبرون لها حيث أننا ولا تبقى بالشآة ، ولكننا لا تبقى بالشآة نفسي الأكثر من اجتماعية الناس على اننا من جدو كمبه تبقى موليد سفو الطيب موليد فقط، أنه دائم فقط سأبقى بالشآة وفي حضور مجلس المولد تخشع القلوب ويطلبنا القرب من علام الغيوب ويوصل بالحبيب المحبوب محمد لكن في هذا الزمان يطلبون القروب ولا يطلبون القرب وكل جعل له قروب 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 وكلها مخالفة لشرع النبي محمد إذ كل قروب يحمل الغل والحقد والحسد على القروب الثاني وهذا ما هو منهج النبي محمد باسم الموالد وباسم الصلاوات ما هذا منهج النبي محمد يدل على عدم صحة التربية على منهج السلف الصالح ولو تربوا على الزاء ليتمعوا كلهم على شيء واحد إيش همنا من قراءة المولد إيش همنا من المجالس غير نشر الشراء العظم والقلوب الأكرم للحبيب الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن إذا حسن الأدب فحسنة التربية جاء العلم وأشرق نور لكن إذا جاء علم بلا تربية ولا أدب فكان بالقلب ظلمه والعياذ بالله الله يزكينا ويخلنا على كل خلق دمين ويرزقنا وإياك وتعالي بخلق خلق 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 شكرا للمشاهدة يشترك في الظلول السبب سأخلق خلق خلف ந Lou جواح أنا أشترك من عفلي فحسن لل Hanucker إنشترك من عفلي أعطى الله سُوهَانَهُ وَتَعْلَى جَوَذَي نَبِيهُمْ آمَّالَيِهِ وَسَلَامِ الْصَمُوَانَ يَرْمَنَا نَبِيهُمْ سَالِ مَّعْتَ tekrarٌ أَاوْلِيهِ وَسَلَامِ إذا كنت الانساء يقتلون مع "... في الكثير من الصلاة على النبي محمد ﷺ يدرك خير الدنيا وقل الاخرة في الدنيا لا يرى في حياتي فاقه ولا فاقر ولا حاجة أبدا في الدنيا ينفع الله كل ما به من هموم وغموم وكروم ويبذل أحزانه بأفرح ويبذل أجر الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالحسنة بل بالصلاة من الصلاة من رب البريان هذا الأجر الحقيقي فإن نبيه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها حشر أي حشر رحمات لو صلى عليك الله مرة واحدة لا سعدت بها في الدنيا والآخرة أما زيادة أوفر تايم يعني بونس أن يكتب الله قال من صلى عليه مرة كتب الله عشر حسنات ومعانه عشر سيئات ورفع له عشر درياب هذا بونس لكن الحقيقة عشر الصلاوات من رب البريان هذا الأجر الحقيقي ما في عبادة هناك يصلي عليك بها ربك سبحانه وتعالى إلا هذه العبادة العظيمة فأكثر من الصلاة على الحبيب محمد ترأى لك خير في الدنيا وخير في الأخرى والصواب سبحانه وتعالى ج técnica ومن يتعلم أن يكون أسهل الأسهل وكان يتعلم أن يكون أسهل الأسهل وهذا هو فعل فاله فهو سيكون أسهل الأسهل سيكون أسهل الوحيدة وشعب من الأسهل هذا هو سوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت في مصيبة أحد دخل السجن ظلم ولم يستطاع أن يكبت براءته وليس عنده دليل على براءته ماذا فعل في سجنه أكثر من الصلاة على الحبيب محمد فجاءته البراء من حيث لا يحتسب لا بحول ولا قوة منه وكثير من أمر بعض الصلاة بقتلهم وإيذائهم فأكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا الصلاة تتحول من بغض لهم إلى محبة وإكرام لهم سبحان الله في بركة الصلاة على محمد واحد عرابي يمشي وإنه يمشي ويقود جمله إذ جاءه واحد يقول يا رسول الله هذا سرق الجمل حقي سكت هذا وصلى على النبي محمد وكان يصلي كل يوم وليلة على محمد من أتمر فبينما هو كذلك فرغ الجمل صار أصغى إليه النبي محمد عندما حن الجمل وقال إيه أنت كذب الجمل يشهد أنك كاذب فلما ذهب قال ماذا قلت اللهم صلي على أخوة سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وسلم على سيدنا حتى لا يبقى من السلام شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء قال في هذا رأيت الملائكة تم لاسكك المدينة الصلاة على النبي محمد أضحى الله برآته من هذه الدهم وحكذا والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا دواء من كل يله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ وحكذا لكذالك الأدواء والموحمد صلى الله عليه وسلم و также يجب الجميع عن صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل محمد صلى الله عليه وسلم أنه حان الطعام محمد صلى الله عليه وسلم كان يشهد الانبقاء و datasetsين لا ن eternal للعبان صلى الله عليه وسلم مثلاً من شيره لقد يكون صلى الله عليه وسلم كان Miguel يجب من الصلى الله عليه وسلم أعتقد amين الله جاء لأهذا ينجز فيه أول حل بعده بعض الأخطة نفس الله أبدا ينبط tournament وقع الشيخ cultivated شعر في الآخر أبدا تشرية اخبط النبيوس محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد التشرية سوى حلقت شعر في الآخر يدون تشرية امسك عبد الله صلى الله عليه وسلم الكتاب صلى الله عليه وسلم بعدنا كيف سلطل والتي سيدشاف على أن أختار لو أن كل ذلك لم يعد أن يكون يبقى صلى الله عليه وسلم فالك تخولتك رمضان يرسل إلى هو عبد الله رسول الله أخير سلاح رمضان أحسن رحمة الله سهل على سائر المحمد لاحقاب على صلاة ومحدة أقيم على سائر المحمد حتى لا يبغنا الصلاة بشيء وضعي على سيد بن محمد حتى لا يبغنا نبره فيه كن فقال أمنا الصلاة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصلاوات التي أعطيتمها فإنها مجربة لقضاء الحاجات ورفع المهيات واضوا عليها كل يوم تحصل لكم الخيرات والأرزاق الوافية فقد كان أبي بن كعب رضي الله تعالى يكثر من الصلاة على النبي محمد فأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ففرح منه وبشره في أربع بشارات فقالوا إذن يغفر دنبك ويكشر غمك ويفرج غمك ويقضى دينك فهذه الدواء من طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأكواس ويقضي لنا ولكم الحاجات بجاه النبي محمد سيد السادات ويفقنا للإكثار من الصلوات على خير البرياد ويجعلنا وإياكم من المتصلين به صلى الله عليه وسلم المناشرين لشريعته المحين لسنته ويميتنا على اتباعه ومحبته ويحشرنا في زمرته في عابية وسلامة مع كمال حسن السابي وحسن الخادم من غير ابتلا والامتحان بل بمحظة الجود والامتنان بجاه النبي محمد سيد ولد عبدنا ويميتنا على اتباعه ومحبته في عبدنا ويميتنا على اتباعه ومحبته في عبدنا ويميتنا على اتباعه ومحبته في عبدنا ويميتنا ويعودنا عرضك سيكون بإمكانك سيكون بإمكانك سيكون بإمكانك سيكون وأنا أع示ها بالله سيكون أحدها للنام أحد أحد يشكرا أشمل الله سيكون أمور الله سيكون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة